رحبت مصر بقرار مجلس الأمن المعني بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتباره خطوة أولى وهامة نحو تحقيق هدف للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار وأوضحت وزارة الخارجية في بيانها أن مصر أكدت على ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار بمطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كاف من الأيام وذلك لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع وضرورة التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية أحترم قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنسانية فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين ناسيما نساء والأطفال وكذا العاملون في المجالين الطبي والإنساني وشددت مصر على ضرورة اطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام هذا القرار حفاظا على مستقية مجلس الأمن وأعضائه في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولية ترجمة نانسي قنقر